اشتركوا في القناة صلى الله عليك يا سيدي ويا مولايا يا رسول الله صلى الله عليك يا مولايا يا أبا عبد الله غريب يا مظلوم كربلا يا رحمة الله الواسع ويا باب نجاة الأمة غريب يا مظلوم كربلا ما خاب والله من تمسك بكم أمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما الله الله يا حام الشريعة الله يا حام الشريعة يا أتقر وهي كذا مروعة ما تتصبر بانتظارك أيها المحيل شريعة يا 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 إن هض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوع كم ذا القعود وأدوى دينكم هدمت قواعده الرفيع تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى الفروع ماذا يا أيهي عيجوك إن صبرت يا صاحب الزمان سيدي ماذا يا أيهي عيجوك إن صبرت لوقعة الطفيل فضيع حيث الحسين على الثرى خيل العدايا طحنت ظلوعيا قتلته آل أميتين ضمن إلى جنب الشريع ورضيعه بدم الوريد مخضب فطلب رضيعي أنا لعب الزلزل مراحة تشتل بالكون ها ينقوا العادة وأمر بلتهمون لا تنلي ما أذن بالذي يرضعون عطاش وحرم لبسها ميرمي ما أعظمها من مصيبة مصيبة عبد الله الرضيع ها وإلنا يا نايس يا نايس حتى الطفل مذبو وواحو ودمع لزند حسين مذبو مبطته وإلنا ويأينا ليساعدنا ويجيننا ولا قلب على فرقه مجروح والغلبي على فرقه يا 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 ما يجرأ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نال الله وإنا إليه راجعون ورد عن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه قال ويل لمن غلبت غفلته عليه فنسي الرحلة ولم يستعين عطروا وطيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد في مستهل مجالسنا في هذا المكان الطاهر وفي هذا الجوار الشريف لمولانا أبي عبد الله الحسين نبدأ في هذه الليلة بحديثنا الموسوم بمرض الغفلة ملامحه وعلاجه ولأجل الوصول إلى ما أريد طرح في هذه الليلة وما أريد أن أتحدث فيه أقسم البحث والكلام إلى ثلاثة جهات أو ثلاثة محاور الجهة الأولى والمحور الأول مقدمة وأذكر فيها معنى الغفلة وبعض النصوص الشرعية الواردة عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم التي تبين لنا مدى خطورة هذا المرض مرض الغفلة عن الله تبارك وتعالى وفي النقطة الثانية أتحدث عن ملامح هذا المرض حتى الإنسان يعرف أنه مصاب بمرض الغفلة أو لا لا بد من تحديد الملامح وتحديد الأعراض التي إن وجدت في الإنسان حكم على نفسه بأنه مصاب بهذا المرض وأما الجهة الثالثة نتحدث فيها عن الأمور التي تعين الإنسان على علاج هذا المرض فأبدأ بالمحور الأول وبالنقطة الأولى ألا وهي المقدمة ما هو المراد من الغفلة هذه الكلمة الواردة في كثير من الآيات القرآنية الكريمة الغفلة ومشتقاتها الغافلون الغافل من غفلة من كذا هذه وردت في آيات متعددة من القرآن الكريم وفي روايات كثيرة من كلام الأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه فنريد أن نعرف ما هو المراد من الغفلة جاء بعض العلماء وعرف الغفلة بأنها عدم الشعور بالمسؤولية إتجاه الله تبارك وتعالى وإتجاه الدين وإتجاه المجتمع وإتجاه الفرد نفسه لاحظ أن الإنسان يعيش بحالة من عدم الشعور بالمسؤولية إتجاه كل هذه الموجودات سواء كان الخالق أو الدين بما هو منظومة من الأحكام الشرعية والعقائدية والأخلاقية لا يبالي لأي حكم لا يبالي للخالق لا يبالي بالموجودات لا يبالي بالمجتمع هذه الحالة التي تنشأ بالأساس من موت القلب أن القلب إذا مات الإنسان يفتقد حس الشعور في المسؤوليات اتجاه الآخرين لاحظ ولذا من هنا انطلق الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم في بيان خطورة هذا الموضوع وخطورة هذه الجزئية ألا وهو مرض الغفلة فتجي إلى الروايات مرة تلقى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الغفلة أخطر الأعداء يعني عندك عدو مرة هذا العدو يصير خطر بمستوى معين ومرة أكو عدو لا واصل إلى مرحلة من الخطورة يعني تشعر أنت بخطورته بكثرة الإمام أمير المؤمنين يجعل الغفلة على وفق هذا العدو الذي وصلت مرحلة الخطورة عندك إلى مراتب عالية فيقول الإمام الغفلة أخطر الأعداء يعني صيغة مبالغة الإمام هذا يتحدث لاحظ ومرة يجي الإمام يقول الغفلة ظلال الغفلة ظلال وتجي أنت بعد الإنسان إذا يصل إلى مرحلة من الظلال يعني ترك كل الحق وراءه وترك كل الحق خلفه تلاحظ خطورة هذه لما يجي الإمام أي وصف لك الغفلة بأنها ماذا بأنها ظلال والإنسان إذا وصل إلى مرحلة من الظلال أعاذنا الله وإياكم بعد خلاص عبر مراحل الحق والتماثل إلى الحق بشكل بعيد وكبير تلاحظ يجي الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إياك والغفلة فبها تكون قساوة القلب يعني الانطلاق إلى وصول الإنسان إلى قسوة القلب هو أن يكون قد وقع في الغفلة وقع في الغفلة تلاحظ وإنت بعد من تسمع أن الإنسان غفل يعني ابتعد عن أحكام الله يعني الإنسان صار في جانب والأحكام الشرعية والطاعة الإلهية صارت في جانب آخر لاحظ أيها الأخ العزيز بهذا المعنى فلذلك يجي الإمام المحصوم يحذر وخلي أنطيك فرد معلومة هذا المرض مرض الغفلة عن الله تبارك وتعالى معرض له الإنسان الملتزم بمجالس أو حضور مجالس الوعظ والإرشاد والملتزم بالأحكام الشرعية في الجملة كما يعبر العلماء آغاتي ويصاب بها الإنسان البعيد عن مجالس الذكر والوعظ والإرشاد يعني البعيد عن الحكم الشرعي في الجملة واضح؟ اللي ما عنده إلا التزامات بسيطة يعني كل واحد من عدنه مهما كان مستوى تدين وإيمانه فهو معرض للوقوع في الغفلة ليش يغفل الإنسان؟ لأنه الإنسان مو معصوم ما خل المعصومين لا يغفل أما بقية الناس وبقية الخليقة معربة أن تغفل لأنهم غير معصومين وأنهم يكونون تحت تحرش الشيطان ووساوس الشيطان ويتغلب الشيطان على الإنسان فيغفل هذا الإنسان إما عن ذكر الله وإما عن الحكم الشرعي وإما عن بعض الحقوق والآداب لاحظ؟ بهذا النحو فلذا من هذا أقول بما أنه الكل معرض إلى هذا المرض الأخلاقي وهو مرض الغفلة عن الله تبارك وتعالى ما دام كلنا معرضون فلابد للإنسان أن يطلع على روايات هذا الموضوع وهذا العنوان أن يبحث عن جميع تفاصيل هذا العنوان حتى يخلص نفسه من هذا المرض الذي يكون كقاب قوسين أو أدنى من كل إنسان ما خل المعصومين ومن هنا أنا أنطلق إلى الجهة الثانية بعد أن عرفنا معنى الغفلة وأخذنا بعض الروايات التي تبين لنا خطورة هذا المرض الآن خلي أجي أذكر لك ما هي ملامح هذا المرض الأخلاقي وبالطبع أننا لا نتمكن من ذكر كل الملامح والأعراض لهذا المرض لكن أذكر بعض ما ذكره أو بعض ما ذكره علمائنا الأعلام العرض الأول والمحلمح الأول للإصابة بمرض الغفلة قالوا هو عدم الاتعاض بتقلبات الدنيا ومواعظ الدنيا هذه الحياة الدنيا اللي إحنا نعيش بيها اليوم بيها كثير من التغيرات والتبدلات وهاي التغيرات والتبدلات مرات تحصل وياك أنت اللي جاي تسمعني ومرات تحصل ويا إنسان بعيد لكن أنت تراها لاحظ أنت تراها مثلا اليوم إحنا جالسين في هذا المكان ونرى هذه الجنائز التي تدخل لزيارة المولى أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه هذا الذي يحمل على الأكتاف قبل ساعات كان يسير على قدمه قبل ساعات كان يتحدث مع أرحامه هذا الإنسان كان ماذا يأكل ويشرب ما الذي حصل وانتقل هذا الإنسان من حال إلى حال أنه سلب نعمة الحياة الله تبارك وتعالى قال خلاص أنت مقدارك ونصيبك من هذه الدنيا انتهى فصار شنوه صار أكو تغير صار أكو تبدل بمن بحالة من الحالات بعد أن كان يتمتع بالحياة ماذا الآن قد سلبت منه الحياة صحيح إنسان يتمتع بالصحة والعافية الله ينطيكم العافية جميعاً والسامعين أيضاً الإنسان في ليلة وضحاها وإذا هو جليس دار بسبب المرض هذا تغير لو متغير هذا تبدل لو متبدل بالأحوال تبدل حاله من حال الصحة إلى حال السقم إنسان اليوم يعيش حال من الغناء والثراء بحال من الأحوال لسبب من الأسباب تشوف هذا الإنسان قد سلبت منه نعمة الغناء والثراء لسبب معين سأل الله العالم لماذا الله جعل هذا الإنسان فقير بعد أن كان غنياً لا بد أكو ماذا؟ أكو مصلحة تلاحظ ولماذا أصبح هذا الإنسان مريض بعد أن كان في صحة تامة لا بد أكو مصلحة الله يعلم بها الإنسان يجهلها تلاحظ ما ندري لربما المصلحة هو في مرض هذا الإنسان المصلحة في فقر هذا الإنسان كما أن المصلحة في غناء إنسان آخر والمصلحة في صحة إنسان آخر ما معلوم كل مبنى على المصالح والمفاسد التي لا يعلم بها إلا الله تبارك وتعالى لاحظ أيها الأخ فبالنتيجة هذا التبدل والتغير الذي يحصل في عالم الدنيا يحصل من دون سابق إنذار يعني ما أكو مقدمات ولا أكو ماذا علامات تحصل عند الإنسان بأن هناك تبدل وتغير فالأفق سوف يصيب هذا الإنسان ما أكو علامات يأتيه بغتتان ولذلك الأئمة لما كانوا يصفون الدنيا يعطونها وصف ماذا؟ وصف الغدر أن هذه الدنيا ماذا؟ غدارة لماذا غدارة؟ لأنها تتغير وتتبدل على الإنسان من دون سابق إنذار ولذلك في كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه يصف بها الدنيا في نهج البلاغة يقول كم من واثق بها قد فجعته وذو طمأنينة إليها قد سرعته وذي أبهة قد جعلته حقيرا ذليلا هذا الإنسان ذو الأبهة المتكبر المتشمخر في ليلة وضحاها وإذا به تجده ماذا؟ تجده حقير وذي أبهة قد جعلته حقيرا ذليلا يسألكم أمير المؤمنين سلام الله عليه أولستم تمسون وتصبحون بأحوال شتى؟ شنو هاي الأحوال يا أمير المؤمنين؟ قال فميت يبكى وآخر يعزى وعاند يعود وآخر بنفسه يجود وطالب للدنيا والموت يطلبه وغافل ليس بمغفول عنه هاي أحوال واحد نبتش عليه لأنه مات واحد الروح نعزي لأنه ولي لهذا الميت وواحد كان من المعاندين المخالفين اليوم دخل في وين؟ في إطار التديون والهداية وإتباع الحق وآخر ماذا؟ غافل لكن هو لا يشعر بأن الله غير غافل عنه هاي تبدل وتغير بالأحوال هذا إذا موجود عد إنسان أن هاي التغيرات والتبدلات والتقلبات في عالم الدنيا بأحوالها المختلفة كل هاي الأمور يصير أمامه وهو شنو؟ وهو ما تتحرك من شعر واحدة إن كان تاركا للصلاة لم يصلي وإن كان ظالما للناس لم يرد ماذا؟ مظلمت الناس إلى أهلها وإن كان ماك الحق واحد ما يرجع إلى الناس ويطيهم حقهم ضار بالدنيا عرض الجدار وضار بالحقوق عرض الجدار فليعلم إن رأى هذه التقلبات فلم يتعظ بها فهذه علامة من علامات الإصابة بمرض الغفلة عن الله تبارك وتعالى هذا الملمح الأول الملمح الثاني هو التعاطي الإفراط مع المباحات اليوم من نجي إلى شريعتنا المقدسة ما نلقى في الشريعة؟ لدينا خمسة أحكام معلومة عندكم الوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة وهذا الخامس وهو الإباحة يقولون هو الأصل في الأشياء للقاعدة المعصومية الموجودة كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه كل شيء اليوم يلاقيك في عالم الدنيا من الأفعال كل شيء في هذه الدنيا يلاقيك هو مباح مباحاً ماذا؟ أن تفعله إلا إذا جاء الدليل فأخرجه من الإباحة إلى الوجوب أقيموا الصلاة كتب عليكم الصيام هاي صيغ أمر كتب عليكم الصيام يعني واجب عليكم الصومون وصيغة الأمر كما يعبر علماء الأصول أنها ظاهرة في الوجوب أقيموا الصلاة صيغة أمر أنها ظاهرة في الوجوب فهذه الأفعال الخارجية اللي أنا أشوف الناس السويها بعد أن كانت داخلة في قاعدة الإباحة إجان الدليل أخرجها من الإباحة إلى الوجوب ومرة يجيني الدليل يخرجها من الإباحة إلى الحرمة ولا يغتب بعضكم بعضا هسأ أنا مرات أشوف ناس تحجي عن ناس آخرين أقول هسأ هذا الفعل حرام حلال مستحب مكروه مباح أقول القاعدة الأولية أنه مباح لكن لما أجل القرآن وألقى القرآن يقل لي ولا يغتب بعضكم بعضا يعني شنو يعني هاي صيغة نهي وصيغة النهي أيضا ظاهرة في الحرمة يعبر عنها العلماء لاحظ فبالنتيجة خرج عند هذا الفعل من الإباحة إلى الحرمة وهكذا لما أجي إلى بعض الأفعال الأخرى ألقاها داخل في المستحبات لوجود تحبيب للإتيان بها أو داخل في المكرهات لوجود مبغوضية بهذه الأفعال لكن خلينا إحنا والمباحات عدنا كثير من المباحات اليوم في عالم الدنيا لاحظ هاي المباحات في عنوان هذا الملمح اللي أنا ذكرت إليك أن التعاطي الإفراطي معها قد يوصل الإنسان إلى أن هذا مؤشر إلى إصابة الإنسان بمرض الغفلة شلون بالله تعالي الآن أنطيك مصاديق للمباحات وشوف هاي المباحات وين توصلنا مثلا الكلام هذا الكلام مباح له محرم له واجب له شنو مو الكلام في ذكر الله لا الكلام في الأمور الدنيوية خلي يصير هذا العنوان كلام في الأمور الدنيوية يقولون مباح تلاحظ نعم أكو استثناءات أنه يكره في بعض المواطن كالجوامع وما شاكل ذلك لكن بصورة عامة الكلام مباح لكن تجي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ينطين فرد معادلة توصلنا هاي المعادلة إلى نتيجة خطرة شنو هاي المعادلة يقول الإمام من كثر كلامه كثر شنو خطاؤه وين الإمام من مين انطلق كثرة الكلام هذا أقول الإتيان بالمباحات بشكل أفراطي يعني الكلام بما هو كلام ما بشي لكن لما يأتي به الإنسان بنحو من الإفراط والتفريط ها أغاتي هنا شنو راح صير عندنا المشكلة يقول الإمام من كثر كلامه كثر خطاؤه ومن كثر خطاؤه قل حياؤه ومن قل حياؤه قل ورعه ها ومن قل ورعه مات قلبه ومن مات قلبه شنو صار دخل النار شوف النتيجة وشوف الانطلاق من مين انطلقت من شيء مباح ها انت الان احذف لهاي الوسائط الموجودة بين المنطلق وبين النتيجة شراح يصير كثرة الكلام تؤدي إلى الدخول إلى النار لاحظ هذا شيء مباح لكن كثرة الاتيان به توصلنا إلى نتائج سلبية واضح بعد أن ضيق مصداق آخر السهر اليوم عدنا مثلا مسألة السهر شباب يسهر إلى ما شاء الله من الليل آغاتي وهذا السهر لربما يوصل الإنسان إلى ماذا إلى فقدان بعض الأمور الواجبة عليه مثل اليوم عدنا بعض الشباب تشوف يهتم ببعض القضايا الألكترونية ويقضي ليله أغلبه بهذه القضايا الألكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي آغاتي لكن قبيل الصلاة بنص ساعة 45 دقيقة شي صير يدوخ يتعب آغاتي يباوع يقول 45 دقيقة هواي أنا أنتظر الصلاة عند الأربع ساعات الخمس ساعات مو هواي اللي قضاه نوين في هذا اللهو اللعب ها 45 دقيقة نص ساعة ينتظر بها الصلاة عليه هواي شراح يسوي راح ينام خوني ينام يقعد بعد 45 دقيقة لا وين يقعد قل يقعد قبل صلاة الظهر مو شفاته فاتته صلاة واجبة صلاة الفجر ضيحها شنو سبب ضيح هذه الصلاة الواجبة والفعل الواجب أنه جاء بشيء مباح لكن هذا الشيء المباح جاء به بشكل ماذا إفراطي تعد الحدود المعقولة فأوصله إلى ماذا إلى ضياع بعض الأحكام الشرعية فالآن هو أصبح مأثوم لو ممأثوم مأثوم ترك واجبا لكن هذا الاثم من اين حصل كانت الانطلاق من أشياء مباح وهو السهر أغاتي لكن السهر بشكل أفراطي فحينئذ التعامل مع المباح بشكل أفراطي إذا اعتاد عليه الإنسان وضيع بسببه كثير من الواجبات فليعلم الإنسان أنه ماذا أنه مصاب بمرض يسمى مرض الغفلة عن الله تبارك وتعالى وموجود بعد مجموعة من المجموعة الملامح والأعراض أتركها وأنتقل إلى المحور الثالث ما هي الأمور التي تعينني على علاج هذا المرض الأخلاقي الآن أنا سمعت هذا الملمحين والعلامتين لقيت نفسي أنا مصاب بمرض الغفلة أنا أسهر كثير وأضيع الصلاة لقيت نفسي أني ماذا أتحدث كثيرا في أمور الدنيا وتوصلني هذه القضية إلى ماذا إلى نتائج سلبية لاحظ فأنا الآن أريد أعالج أريد أأتي بأشياء تعينني على التخلص من هذا المرض الأخلاقي أذكر لك بعض الأمور التي يذكرها علماء الأخلاق قالوا الأمر الأول الذي يعين على علاج هذا المرض هو التواصل مع القرآن الكريم والتعاطي مع القرآن الكريم بكثرة وما أقصد من الكثرة هو كثرة الآيات والأجزاء التي تقراها باليوم الواحد لا لأن إذا شفت لك واحد اليوم إجاب قوة وبهم يقرأ لليوم جزء كامل يقرأ لجزئين أنت أعلم هذا الإنسان بعد فترة من الزمن راح شنو يتعب يترك أنا أوصيك أقل لك أقرأ لك باليوم خمس آيات أقرأ لك صفحة واحدة من القرآن الكريم هذا يكفي يعتبر تواصل يعتبر تعاطي مع القرآن الكريم السيد واحد يقول شنو دخالت القرآن بعلاج مرض الغفلة هذا القرآن إحنا من نجي نلقى بآيات تتحدث عن الوعيد والتخويف بالنار والعقاب والمجازات ونجي نلقى آيات تتحدث عن الوعد الإلهي بالرحمة والمغفرة والمجازات بالإحسان أقرأ وهذه الآيات من تقراها لابد شنو يتحسس بها قلبك اللي هو محط الغفلة ومكان غفلة الإنسان أنه يموت قلبه فأنت هذا القلب حتى تخلص من هذا الموت راح تلقى آية تحذرك من وعيد الله راح قلبك شوية يتحرك يعني يشتغل راح تجيك آية تذكرك بوعد الله بالرحمة والمغفرة همات قلبك راح شوية يتحرك صحيح؟ هاي الحركة إذا كانت مستمرة مرة تخاف ومرة تفرح مرة تخاف ومرة تفرح هاي راح ترجعك إلى الطريق المستقيم راح ترجعك إلى مرضات الله مو؟ ولذلك إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول إن القلوب لتزدأ شنو تزدأ؟ يعني يصير عليها زنجار زنجر ها؟ إن القلوب لتزدأ فقيل له يا ابن رسول الله ومم جلاؤها؟ كيف نجل هذا الرين وهذا الصدق؟ قال بكثرة قراءة القرآن الكثرة الاستمرارية مو الكثرة العددية هاي قليل مستمر خير من كثير منقطع هاي عود نفسك تقرالك نص صفحة باليوم وتستمر لسنين طوال أفضل مما تقرأ لك عشرة أجزاء وإنت رح عشرة أيام شهر وتبطل من عدفن لاحظ؟ هذا أمر أول يعالج لنا هذه الحالة أمر ثاني يذكره العلماء هو من الأمور التي تعين على التخلص من مرض الغفلة هو مجالسة العلماء مجالسة العلماء وماذا يقصدون بالعلماء؟ مو المقصود من العالم هو فقط ذاك الجامع للشرائط الفقيه وإن كان هو المصداق الأسمى والأظهر لكن العالم هو كل من يعلم بعلم محمد وآل محمد يعني كل إنسان كان رجل دين كان مدرس كان إنسان صالح عنده روايات عنده أحكام شرعية من تقعد يم يذكرك بالله من تقعد يم يقربك لله تبارك وتعالى هذا يقولون واحد من الأمور التي تعين على علاج مرض الغفلة لأنه لما تجلس يم ويجيب لك رواية عن الموت ورواية عن الصلاة ورواية عن المغفرة ورواية عن الرحمة هذا تستفيد من عنده حكم شرعي ويرا حيوصلك هذا صح؟ هذا يقول أنك تحتاد على مجالسة هؤلاء شي سوي لك يخلصك من مرض الغفلة ولذا في رواية عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يقول من لم يجالس العلماء أربعين يوما مات قلبه من لم يجالس العلماء أربعين يوما مات قلبه ومن مات قلبه اجترأ على الكبائر شوف النتائج الشنون عظيمة نتائج مخيفة اجترأ على الكبائر يعني أصبحت عندك كل الكبائر شنو مثل شربة الماي ليش؟ لأنه مات قلبه ليش مات قلبه لأنه ابتعد عن أهل العلم والعلماء ابتعد عن الناس اللي يذكرون برب العالمين هذا مات قلبه وصل إلى هاي النتيجة واضح أمر ثالث الذي يعين على معالجة هذه المشكلة وهو مرض الغفلة عن الله هو تذكر الحقيقة الحتمية ألا وهو الموت المعبر عنه بلسان رسول الله هادم اللذات لماذا هادم اللذات؟ لأنه شنو اللذات اللي يعيش هالإنسان؟ شعندك؟ لذة الأموال لذة الأولاد لذة الجاه لذة السمعة كل هاي الملاذ شبيهة؟ والملذات كلها ترى من تجيب طار الموت تنهدم إذا كنت صاحب أولاد كبار وكثار الموت يقل لك ترى ذول أولادك بس بالدنيا لما تموت ويوصلونك إلى هاي الحفرة ها؟ كلهم يقولون إكرام الميت شنو؟ دفنه خلاص يعجلون في دفنك وفي أمان الله وأنت وربك بعد في هذا القبور إن كانت عندك لذة المال ترى هذا المال ما تأخذ من عنده إلا مقدار الكفن ها؟ والله العالم يشتروا لك من كفن إذا أنت ما مجهز كفنك ما أدري يجيبوا لك هالسياء نوع من الأكفان بي المستحبات ما بي المستحبات عموما ها؟ وأما إن كانت عندك لذة الجاه فهذا الجاه لربما يكون وبال على الإنسان في بعض الأحيان الله من ينطيك الجاه ما يريد من عندك أن تستفيد من هذا الجاه في إصلاح ذات البين أن تكون صاحب مقولة حقه مو تصير باطل إذا الله انطاك الجاه مو تروح تخلي هذا الجاه الدكان حتى تحصل لك كنفلس من عتن لا هذا الجاه كنت استغل في إصلاح ذات البين كنت تستغل في حل المنازعات كنت استغل في قول الحق بين المتخاصمين والمتنازعين وإلا شنو فائدة الجاه وإنت تمشي بهذا الجاه بالباطل فهذا الجاه إذا كان لذة هاي اللذة إما أن تكون نعمة لك وتستثيب بها في عالم الآخرة وإما أن تكون وبال عليك لأنك ما تستخدم هذا الجاه فعموماً هاي الملذات كلها تهدم إذا تذكر الإنسان هذه الحقيقة الحتمية لاحظ ولذلك الحسين سلام الله عليه في كثير من المواطن وهو باتجاه أرض كربلا انطلق من المدينة كان يذكر الناس بالموت خط الموت على ابن آدم مخط القلادة على جيد الفتاة يعني الإمام يشبه لك الموت بالدائرة المحيطة بالإنسان ويجيب هاي التشبيه أن القلادة لما توضع في عنق الفتاة يقول تحصر العنق من جميع جهاته ماكو مفر هكذا الموت بالنسبة إنه الإمام سلام الله عليه فلذلك كان في ليلة الحادي في ليلة العاشر من المحرم يري أصحاب مواقعهم في الجنة وهم من أهل الجنة قال لهم استغلوا هاي الأوقات في ذكر الله استغلوا هاي الأوقات في طاعة الله فإذا جن ليلة العاشر من المحرم سمعت لهؤلاء ماذا حنينا وأنينا ولهم دبيب كدبيب النحلي من شدة أصوات البكاء والنحيب هاي والتذكر لذلك اليوم العصيب وهو يوم القيامة أودع الحسين هؤلاء الحصحاب في يوم العاشر إلى أن بقى الحسين وحيدا فريدا جاء وقف عند الخيام مناديا ألا من ناصر ينصرنا ألا من ذاب يذب عن حرم رسول الله لم يسمع جواب لكن ماذا سمع الحسين سمع صوت زينب أخي أبا عبد الله إن أردت الرحيل والوداع فاطلب لهذا الرضيع شربة من الماء خلونا نذكر الرضيع وإحنا في هذا الجوار وفي هذا المكان ومن أعظم المصائب على أبي عبد الله هي مصيبة عبد الله الرضيع يوم ما أخذه إلى القوم وأخذ يخاطبهم إن كان ذنب للكبار فما هو ذنب الصغار فهل لكم أن تزقوه شربة من الماء وإذا بضجة بالقوم منهم من يقول اسقوه شربة من الماء ما ذنب ومنهم من يقول لا تسقوه أبدا يا 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 وصوت ثالث حرم لي اقطع نزاع القوم وكيف يقطعه هذا قال له اقطعه بسهم من سهامك أجركم الله سدد عليه رمى هذا الطفل الرضيع فضربه بالسايا فذبحه من الوريد يدي إلى الوريد أين المنادي ورضيع أين المنادي وظلي أي متاب هنا الحسين ملأ كفه من دم عبد الله الرضيع ما هذا الدم إلى السماء لم ترجع منه قطر جاء الإمام بهذا الرضيع إلى الخيام واضعه تحت رداء استقبلته ابنته سكين أبا يا حسين لم أسمع لأخي صوتا لعلك سقيته شربة من الماء قال قال لها بني لا لا فهذا أخوك مذبوح من الوريد إلى الوريد قل يا أبو يا طفل للماء أخذت أخذت بسام العدم ذبوح جبت أو يا أخذت لنجل الذنب أو يا لعمل تاول ما يحاضر ما شربت يا أخذت يا أخذت يا أخذت يا أخذت يا أخذت يا شربت هنا سمعت عمته زينب جاءت إلى الحسين ملام راخ يا أبا عبد الله قال إن القوم قد ذبحوا الرضيع صدت إليه صرخت نايد بخوي الطفل عن دغط يا أخذت ما لقلب العين صد لي ولا شوف النذ بحماد رجلي يا أنا هذا الخفت من نط حت به بعد وين المصيبة أيها لأحب لما سمعت أمه الرباب وجاءت ورأت هذا الرضيع المذبوح كأني بها تنظر إلى ولدها مذبوحا آيات قل يا ابن يا عبد الله يا غالي أنا برباك سهرت الليالي والله الليالي الليالي أنا كل هذا ما أجنع لباك لباك أهزان بالمهد والمهد خالي أريد أريد أن تقل لك إلى هذا الموقف يوم ما إجت العائلة والنساء الثكالة إلى أرض كربل يوم أربعين الحسين وهذا الركب كانت بين نساء ثكالة كل وحدة راحت إلى قبره ليدها وكل وحدة قعدت يم قبره ليدها وتنع بس الرباب بقت واقف ما تدري وين تروح ويدها عبدالله وين مذبوح جاءت إلى الإمام زين العابدين يا زين العابدين كل الأم هات راحت إلى قبور أبنائها بس أنا قبر ليد عبدالله وين قال لها يا رباب والله عندما وست والدي الحسين وأردت أنه هيل عليه التراب وإذا بصات من منحر والدي ابني علي والسد رضيع إلى صدري قالت لي عن عبدالله متفون يا أم أبوي إجت ها يل أم جلست عند قبر المولى أبي عبدالله أم تقل لي أم قال ألي قال ألي على صد رحسين نايم نايم يا بعد عمري والله قال يا أول على صد حسين نايم يا بعد عمري أبي كسر وصدر تعال اغفع على صدري عوالي 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 وذا الترب الدف دافي وذا حر الترب دافي أنا تفى من الترب حجر يا يم تقل لا يم بجاه بوعك بجاه جدك يا يم افتح لي يم باب لحد يا 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 بل تنح تخد يا 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرج عنا يا الله ونحن بهذا المكان الشريف إلهي نتوجه إليك بمحمد وآل محمد أن تعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرزقنا النظر إلى وجهه الكريم والكون في دولته لا تحرمنا صحبته يا الله يا الله اللهم احفظ شيعة أمير المؤمنين أينما كانوا وأينما حلوا من أرادهم بسوء فأرده من كادهم فقده يا الله يا الله اللهم من كان في مجلسنا هذا أو سامعا لصوتنا طالب حاجة ربنا أخضي حاجته من كان مريضا وله مريضا اللهم شافي مرضه من كان مهموما أو مغموما فرج همه واكشف غمه يا الله من كان طالب للذرية ربنا أرزقه الذرية الصالحة اللهم لا تحرمنا خدمة محمد وآل محمد ارزقنا البكاء والإبكاء على مصائبهم ما دمنا في هذه الحياة الدنيا أرحم مواتنا تغمدهم برحمتك الواسعة احشرهم مع محمد وآل محمد إلى أرواح يا مواتكم جميعا أموات شعة أمير المؤمنين من لم يذكرهم ذاكر الشهداء السعداء رحم الله من يقرأ لهم الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد اشتركوا في القناة